المسلمون أمة واحدة جماعة واحدة أهل السنة الطائفة الناجية هذه هؤلاء يوم القيامة الله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم أسعد الناس من يدعى بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم ندعو كل أناس بإمامهم ندعوهم بإمامهم فلما يقال يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هنا السعادة ومن هم هؤلاء الذين يتبعون السنة يعني عندهم القرآن وشرح القرآن وهو الأحاديث مكبين على السنة وين الأحاديث ايش صحتها ما شرحها كيف العمل بها كيف تبليغها هذا شغلهم ولذاك يعني تظن يعني مثلا أن الأئمة الحديث هؤلاء يعني ابتداء من كبار الرواة يعني أبو غريرة وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت ويعني كبار الرواة بن مسعود عبد الله بن عمر أنس ثم أنزل إلى من بعدهم يعني من كبار الرواة خرص وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعلقمة وانت ماشي سفيان الثوري سفيان بن عيينة والأوزاعي والزهري طبعا وبعد وانت اذهب شعبة بن الحجاج طب روح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجا وأحمد ودار قطني وبيهقي وطبراني هذول أهل الحديث أهل السنة هؤلاء هؤلاء نظر الله امرأتي هذا اللي يجمع أرجاس طول عمره يجمع في صحيح البخاري كم سنة يحفظ له ألف ألف حديث ستمائة ألف حديث يختار منها حتى يخرج لنا هذا الصحيح يعني بدون المكررات يعني قرابة ثلاث ألاف حديث قال النصح مناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المانعة من دخول العدو عليهم فمن لزم جماعة المسلمين أهل السنة أحاطت به تلك الدعوة هذه الدعوة تجمع شمل الأمة تلم شعف الأمة هذا الحديث فيه الحرص على الإجماع والحرص على الإجتماع وتعلم شراع الإسلام ونقلها إلى الغير وتناقل الأحاديث ونشر الأحاديث يعني كل ما جاءك حديث صحيح من موثوق أو جهة موثوقة أو كتاب موثوق أو عالم موثوق وسارعت إلى نشره بوسائل النشر هذه الآن مواقع التواصل وموسائل النشر الإلكتروني هذا 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 داخل في الحديث وكذلك لما يحس الإنسان المسلم أن المسلمين إخوانه وأن الجماعة واحدة سواء كان العراق الشام في اليمن العجاز هند السند مغرب كلهم كلهم وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطان تخيل الآن حديث تحيات كل يوم نحن ماذا نفعل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وندعو لهم كل حصال كل صلاة في كل صلاة هذه الثلاث خصال في الحديث تجمع أصول الدين وقواعده تجمع الحقوق تنظم مصالح الدنيا والآخرة فحق لله وحق لعباده وحق الله أن تعبده لا تشرك به شيئا وهو معنا إخلاص العمل لله وحقوق العباد قسمان خاص وعام الخاص بر كل إنسان والديه حق زوجته عليه ونحو ذلك وحقوق العامة الناس نوعان رعاة ورعية حقوق الرعاة مناصحتهم تدلهم على الخير تحذرهم من الشر تأمرهم بالمعروف تنهوهم عن المنكر تعينهم على الحق والعامة تعلمهم تعظهم تعاون معهم على الخير واعتصروا بحب الله جميعا ولا تفرقوا الدين النصيحة لمن يا رسول الله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هذه المناصحة ولزوم الجماعة والنصيحة الخاصة لكل مسلم النصيحة الخاصة لكل مسلم أن يؤدي إليه الحق إذا رآه على منكر وعظه ورآه على معروف شجعه وأيده وشاركه وسنأتي بمشيئة الله تعالى على